ما فيه شك إنه لما نيجي نتكلم عن مكتبة إسكندرية وهي تاريخ طويل من العمل في المجال التنويري والثقافي كان لابد من وجود دور قوي ومشاركة فعالة في المعرض في نسخته الخمسة وخمسين هنتكلم مع حضرتك في البداية عن شكل الحضور بالنسبة للمكتبة إسكندرية في معرض القهارة الدولية أولا لما يبقى فيه معرض كتاب يعني لازم تيجي مكتبة إسكندرية لإنه إحنا بشأن الكتاب وبشأن الكتب وإحنا نفسنا في المكتبة بنعمل معرض كتاب أيضا في الصيف في الشهر يوليو من كل عام فإحنا بنستعد استعداد كبير جدا للمعرض كل سنة يعني ونحاول إن إحنا ندخل المعرض بيعني نوعية معينة من الكتب وإصدارات جديدة كلها في معظمها ما تكونش إصدارات متكررة يعني وأنا من هذا المقام يعني بصراحة بتقدم للعملين في وحدة الناشر إحنا عندنا في المكتبة وحدة ناشر كبيرة جدا وفيها مطابع وفيها مطابع حديثة جدا وفيها مكان يعني حديث جدا الأستاذة مروع عادل هي المسكن واحد فأنا بتقدم لها بالشكر هي والزملائها والعمال اللي موجودين والفنيين والمهندسين اللي موجودين معها في العمل لأنها يعني خلال الشهور اللي فاتت يعني أنت جت لنا كل هذه الكتب اللي موجودة قدامنا يعني في الـ وطبعا وغيرها يعني كلها إصدارات جديدة كلها ومعظمها إصدارات جديدة يعني فيه معظمها إصدارات جديدة وإحنا طبعا بنختار روعية معينة من الكتب اللي بتعكس فكر المكتبة يعني المكتبة عندها تهتم بالفن وتهتم بالتراث تهتم بالعلم وتهتم بالجوانب الفكرية تهتم بالترجمة فهتلاقي فيه كتب مترجمة هتلاقي فيه كتب تراثية فيه كتب بتعمل يعني للأرشفة يعني توسيق زي كتب مثلا هتلاقي كتب هنا عن مدينة الأسكندرية بيوسق مدينة الأسكندرية دي وبيقدمها وبيصورها هتلاقي كتب عن مثلا حديقة الأرمان مثلا في كل نبتة في الحديقة موجودة وعندنا يعني في صورة مرقمنة وفي صورة ورقية هتجد كتب عن الأثار المصرية القديمة هتجد كتب مترجمة يعني فيه كتاب هنا مترجم عن واحد مجري كان عاش في مصر من سنة 1882 لغاية 1915 وهو اللي عمل كل ما يتعلق بالأثار الإسلامية المصرية هل تشعرفه يعني احنا بنحاول ان احنا حتى نقدم بعض الحاجات اللي موجودة في التاريخ التي يعني يمكن للشباب انه يعرفها ممكن تجيل الأجال الجديدة انها تعرف هو اللي عمل اللجنة لجنة الأثار الإسلامية هو اللي أشرف عليها هو اللي أضار باتحف الأثار الإسلامية هو اللي أسسه يعني فمنحاول في المكتبة أهم حاجة بقى الكتابات الصغيرة دي اللي حضرتكم شايفينها ودي احنا بنعملها للشباب الصغير للأطفال وللشباب يعني من سن 15 كده لغاية سن 25 بنقدم فيها الفكر العلامي والفن العلامي والأدب العلامي كله في شكل كتابات صغيرة يعني بنحاول ان نديله فكرة كده انه الدنيا اللي احنا عاشين فيها دي مش احنا بس داتين عشان يبقى هيعترف بالآخر ويبقى العقل بتاعه تعدو دي وقايم على فكرة انه يعني لايس أنا لا أعيش في العالم واحد ولكن الدنيا أكبر مني الدنيا متسع يعني موسيقى موسيقى